نروح معاكم لموضوع آخر طبعا مصر تشتهر بالسياحة العلاجية في عديد من المناطق الساحلية المصرية الأمر اللي بيدفع عدد كبير جدا من السائحين الأجانب بالقدوم لمصر للاستشفاء طبعا نظرا لاحتواء هذه المناطق على المياه المعدنية والكبرتية وخلوها كمان من درجات رتوبة المرتفعة فمحافظة أسوان بقى تحديدا بنجد أنه بيتم الإعلان عن إنشاء قرية الاستشفاء هذه القرية هي صديقة للمسنين لخدمة السياحة العلاجية حيانه مصر يمكن أنواع السياحة فيها عديدة ومتعددة وكثيرة منها السياحة العلاجية لو مثلا بصينا بجانب أسوان اللي نتكلم عنها تحديدا دلوقتي لكن حتى لو بصينا مثلا لسيوة واحد سيوة والعيون اللي موجودة فيها العيون الكبرتية والرمال حتى اللي موجودة هناك اللي بتساعد في علاج العديد من الأمراض حتى أمراض الجلدية يمكن إحنا فعلا مصر لا ينقصها شيء ربنا حباها يعني خصوصية ومنحها الحقيقة يمكن إحنا عندنا عوامل كتير جدا جدا لجذب كل أنواع السياحة نحتاج بالفعل للتسويق لهذه الأنواع المتعددة والخصائص المتعددة والعوامل الكتير قوي اللي عندنا لو هنتكلم عن جميع أنواع السياحة وبما أننا نتكلم تحديدا عن السياحة العلاجية فمرة أخرى عدل اتصال باللوقت مصطفى صالحين مدير جماعة الاستشفاء السياحي أهلا بيك يا فاندم وأتمنى تكون سمعني كويس دلوقتي أهلا تمام كده يا فاندم وأولا بتقدم بالتحناء لحضرتك شكرا تمام 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 كده يا فاندم ستر وثماني جميع المستمعين وللشعب المصري وأتمنى عودة أبنائنا من السودان بخيرين شاء الله اللهم أمين وربنا يجبين نعمة الأمن والأمان على مصر وشعبها اللهم أمين يا فاندم طيب لو هنتكلم باي فاندم عن هذه الخطوة فكرة وجود زي مكان صالح للمسنين يعني ايه أصلا مكان صالح للمسنين وشمعنا أسوان هو ممكن نتكلم عن مفهوم السياحة العلاجية بصفة عامة والأهداف المرجوة منها ومرضودها على الدولة وعلى المجتمع وعلى الفرد بصفة عامة في مصر وبصفة خاصة أسوان فاندم فيه دراسة موجودة عندنا هنا في مكتب هيئة تنشيط السياحة المصرية الدراسة دي من سنة 64 كانت عملتها الدول الإسكندنازية نظرا لأن عندها نسبة أمراض الروماتيزم والروماتويد أمراض اللي بتنشأ عن البرودة الشديدة في الجو فأعداد المصابين للأمراض دي أعداد رهيبة والمصابين دي أمراض العزان الدول الإسكندنازية نزلت لجان علشان تشوف أنسب مكان العلاج الأمراض دي بصورة طبعية لأن العلاج الكيميائي مكلف جدا النسب اللي طلعت بيها اللي جاني اختارت حوالي 11 دولة على مستوى العالم الحداشر دولة دولت على رأسهم مصر وفي مصر اختارت أكتر من موقع سيوة الوادي الجديد جنوب سينة الفيوم كل دي أماكن بتصلح ولكن على رأسها أصوان ده نظرا لأوامل الجوية يا فاندر الرمال بتاعتها بطبيعة معينة على وهي اللي فيها أعلى نسب للإنشاء في الرمال اللي موجودة في الغرب والكلام ده مش من يعني مش احنا اللي بنقوله دي دراسات اللي بتقول الكلام ده وحتى الصحف المصرية تكلمت في هذا الموضوع وتكلمت وتناولته من أكتر من مجال يعني عندنا أصوان الكنز المدفون الكلام ده كان كده الأستاذ بياء حافظ سنة 2008 في جريدة الأهرام أن الدراسة اللي عملتها في الدول الإسكندنافية قالت أن أنسب مكان في العالم لعلاج الأمراض الروماتويد المفصلي والروماتيزم دمرة واحد فيهم أصوات يعني بشكل عامل عوامل العوامل المتوفرة في مصر وأنها الأفضل مكان للإستشفاء زي ما حضرت تحددت لكن سريعا جدا يستيبت اللواء ويعني فيه أنه بيتم إنشاء قرية الاستشفاء صديقة المسنين لخدمة السياحة العلاجية إمتى ممكن تكون هذه القرية جاهزة يا فندم سريعا جدا تمام يا فندم وفعلا القرية دي موجودة حاليا ودي مقامة على مساحة 15 فدان وبالضبط كده القرية دي موأمة تماما لاستقبال وفعلا بتستقبل الأجانب المسنين والمصابين بالأمراض هاي البشكر حضرتك جزيل الشكر سيادة لواء مصطفى صالحين مدير جماعة الاستشفاء السياحي بشكرك يا فندم جزيل الشكر ترجمة نانسي قنقر